تشتهر محافظات مصر بتنوع محاصيلها الزراعية وذلك نظرا لتنوع مناخها ما بين الحار والمعتدل ويتم تصدير أشهر أنواع الخضر والفاكهة للعديد من دول العالم وعلى رأس تلك المحاصيل يقف محصول المانجو على رأس القائمة حيث يحظى بشهرة واسعة ولا سيمة في محافظة الإسماعيلية للمزيد نتابع تقرير التالي يمثل المانجو أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية لمحافظة الإسماعيلية فالمانجو الإسماعيلاوي له شهر وساعة بين مختلف محاصيل الفاكهة ليس بمصر وحدها بل على مستوى الدول العربية وبعض الدول الأوروبية ونظرا لأهميتها تنتشر على مستوى الإسماعيلية حدائق المانجو حتى بدأ التوسع في زراعة أشجرها شرق قناة سويس بقرى التقدم والأبطال والعبور بسيناء وتربعت المانجو في الإسماعيلية على عرش الفاكهة في فصل الصيف في مصر بلا منازع وبدأ المزارعون في الإسماعيلية في جني ثمار المانجو بداية من منتصف شهر يوليو ويستمر جني المحصول حتى نهاية شهر أكتوبر بنشوف السنة دي انتاجه وفير جدا وعاوز يطمن المستهلك بأنه حتى كمان المعروضة هيبقى كتير وسهره هيبقى في متناول الجميع والمانجو السنة دي بسم الله ما شاء الله حلوة وبتنافس وعندنا يعني في محافظة الإسماعيلية أنواع كثيرة جدا اللي يرغبها المستهلك بالداخل وبالخارج هذا وتنتج الإسماعيلية كميات كبيرة من المانجو وبجودة عالية نظرا لأن المحافظة استوائية والمانجو من الفواكه الاستوائية السنة دي محصول المانجو محصول وتميز ورائع وإنتاج وفير جدا وده يأثر بإذن الله على المواطن المصري وعلى المستهلك الإسماعلاوي وبرضو بالنسبة للفلاح برضو هيبقى سعيد بهذا المنتج وده قرم ربنا والحمد لله إسماعلايا دايما طول عمرها نمبر وان في المانجو وتعتبر الإسماعيلية أرخص المحافظات في مصر في أسعار المانجو نظرا لقرب الأسواق من مزارع الفلاحين رب الحمد لله ربنا مرضينا والأسعار بسم الله ما شاء الله زي تمام والناس مطردية وربنا يريد كل من الناس ورزيج الناس جميع وتتميز المانجو في الإسماعيلية بأنواعها الكثيرة والمتعددة حيث لا يقل عدد أنواع المانجو في الإسماعيلية عن 15 نوعا على الأقل وتعتبر المانجو العويس بأنواعها الثلاثة والفص والسكري الممتاز والصديق من أفضل أنواع المانجو في الإسماعيلية على الإطلاق